اللي أنصح به غدا حتى لا يبرد الدم غدا أسألكم بالله الذي إذا سئل أجيب يا شعب سوريا الأبي من كافة طوائفه أن يكون غدا مليون عن مستوى القطر ما أريد أن أكثر عليكم إذا كانت درعة وليست من المدن الكبيرة خرج منها مئة ألف فما بالكم بالمدن الكبيرة كدمشق وكحلب وكحمس وكحمى نحن نريد غدا أن يكون مجموع الخارجين يعني يصل إلى المليون سلمية سلمية تغيير تغيير فقط سلمية إصلاح إصلاح شعار الأنبياء إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا دربتم بالرصاص نفره لكن هذا ترى الرصاص لصالحنا هذا الرصاص الآن سيشعلنا هذا الرصاص سيدفع عزائمنا هذا الرصاص سيشد عضودنا هذا الرصاص الذي استريتموه بمالنا نحن شعب شغية هذا الرصاص إذا حققنا أمس وبدأتم بالاعتصامات يعني المسألة ما هي مدروسة لا أدري أي ممكن اعتصام في درعان وارتصام في حلب وارتصام في الشمال اعتصام في إحدى المناطق الساحلية بالسلم نحن جالسين هنا لا نقاوم فإذا جاءوا يقاوموكم لا تقاوموا أنا أنصحكم عن كل الخبرات تمشون ترجعوا بروحهم من هنا ترجعوا من هنا قتلكم شيعوا الجنائز كما قال الإمام أحمد وكما قال جنازة الإمام يقال من أعظم جنازات المسلمين جنازة الإمام أحمد والإمام ابن تيمين من أعظم جنازات المسلمين خرج الناس تحدي كان فيها للسلطان خرجوا لقم بالهدوء وبالأدب ولا يحملن أحد معكم سكينا أنا أعني ما أقول وأعلم ما وراء ذلك قتلوكم قتلوكم ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون توجيه آخر حتى يصلح يصلح النظام أو يسقط وما ذلك على الله بعزيز وتبكى فرحة إن شاء الله فالشهيد يفرح الله يقولكم يفرحون يستبشرون الله يخبرنا يفرحون يستبشرون ونحن إن شاء الله نفرح بالنصر طبعا تؤكدون على أن يبقوا لحمة واحدة وصف واحد إن ذهبوا ذهبوا سويا وإن عادوا عادوا سويا حتى لا يتم اختراقهم لا 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 يذهمون سويا ويعودون سويا ويتشاورون فيما بينهم